وين أخذ الشيء وصلنا معكم هون شعبعي ميم الذكر فيكم ايجزامبل ثمانية وحداش دكتور خلصنا طيب اوكي هنا ما يجيينو شرحنا ولا ما شرحناهوش ها شرحنا دكتور طيب ماشي اوكي طيب هذا الايجزامبل يعني كان عنا زي ما حكيت انه معطيه ال VD وبالتالي سهل كان ايجاد ال QPoint لاحداثياته اللي هم ايش ال ID Q وال VGS هلا ننفقد اللي هو يعني ايجاد ال QPoint بطريقة عامة في زي ما حكينا زي فينا طريقتين الطريقة الاولى اللي هي ال Graphical Method والطريقة الثانية اللي هي يمين ال Mathematical Method فنبدأ بطريقة اللي هي Graphical Analysis of Junction Field Effect Transistor الآن with Voltage Divider Bias خلينا نشوف الدايرة بالأول عم نتذكر الدايرة الموجودة هنا بهذا الشكل شو منا نوجد شو منا نوجد ننصم DC Load Line وشو معادلته لهذه الدائرة طبعا DC Load Line هو يعني يؤخذ من وين من circuit يعني لو جينا هاي circuit عندنا هون طبعا هاي عن VG فيجيب كل من الأحمر أحسن ومنا مين نوجد VGS س ال VGS يعبر عن ال VG ناقص ال VS وتساوي انها عنا R2 R1 زائد R2 ورطية ال VDD و و ال VS شو تساوي هون اللي هي التيار ال ID طبعا ID وعلى أصلا شيء مطلوبا في ال R S طبعا هاي variable ID مثلا انها variable R إذا قيمة ثابتة ال VDD قيمة ثابتة وهاي قيمة ثابتة وهاي قيمة ثابتة وهاي قيمة ثابتة طيب نمح الأشياء هاي نبدأ من هون إذا التيار ID يساوي صفر فإنه بولطية السورس تساوي ID في ال RS وتساوي إيش صفر هذا ال DC Load طبعا ال VGS شو تساوي ال VG ناقص من ال Vs في الحالة هاي كم عند ال Vs إذا التيار يساوي صفر تساوي صفر فإذا ال VGS ماذا تساوي ال VG نناخر النقطة الثانية اللي هو عندما يكون التيار يساوي صفر ال Vs يساوي ال Vs صفر ال Vs يساوي ال Vs ال Vs يساوي ناقص ال Vs على ال RS وفي الحالة هاي يساوي ال Vs على من ال RS يعني أخذنا نقطتين النقطة الأولى عندما التيار يساوي صفر وطلع معانا انه ال Vgs تساوي ال Vs والنقطة الثانية انه عندما ال Vgs تساوي صفر كم قيمة التيار ال ID يعني كأننا أوجدنا التقاطع ل DC من محور الصينات ومن محور من الصادات يعني احنا خلينا بصفة عامة نقول كالتالي ال Vgs ال Vgs تساوي ال Vgs بدش احولها ل R1 زي ما حاولت بداية ناقص برضو ال Vs ال Vgs خليها ال Vg هيك كرمز موحد لانا constant كلها وهذا عندنا ايش ال Vs ال Vs ال Vs يعني هاي هي اللي هون هي DC لود line equation ال Vs اوكي يا بخليها بهذه الصيغة يا بحولها بصيغة ثانية خلينا اجل التحويل هاي معادة خط مستقيم حتى ارصموا اسهل شيء اخذ التقاطب من محور الصينات والتقاطب مع محور الصادات ف اذا اخذنا النقطة الاولى ID يساوي صفر شو بطلع عندي هون ال Vgs يساوي ال Vg وين هي النقطة هاي هاي هون النقطة الثانية اذا اخذنا ال Vgs تساوي صفر اوض هون ال Vgs تساوي صفر فبطلع عنا قيمة التيار شو تساوي ال Vg على R اس هاي نقطة لكم اثنين الآن سعرفت هالا النقطتين بوصل بينهم بالمسطرة ونقطة التقاطع هاي اللي هي تعطيني احديثيات ال Q point يعني هاي عنا ال Vgs Q والنقطة اللي هون هاي ما اللي هي ID Q حكيت هاي المعادل الان بمكان اكتبها بصيغة ثانية يعني بنخلي ال ID على جهة يعني بشان تكون بصيغة التالية معادة الخط المستقيم A X plus B F خلي ال ID هون شو تساوي عندنا هاي ال Vg P ناقص ال Vgs مقسومة على ايش R S نفصلهم ناقص Vgs على R S زائد مين ال VG فال VG هاي هي على R S نصينا ناقص على R S كمان فال VG على R S اللي هي هاي نفطة تقاطبها محور الصادات وهذا عندنا مين سلوب يعني برضو السلوب اللي هو ناقص واحد على R S يتناسب تناسبا عكسيا مع R S يعني لو حكينا لكم كالتالي هلا إذا R S هون زادت اوكي شو بتصيط ب ال VG ثابت هاي ليش ثابت هاي لأنها ملهاج دخل هي عبارة عن ايش R 2 R 1 زاد R 2 في ال VDD ثابتة ملهاج دخل في ال R S فإذا R S زادت المقام زاد فالقيمة هاي هتنقص شو بتصيل بالكياب بيطلع لفوك لو بتزني الى تحت قليلا محاك كل الحكي هاذ هون كالتالي هاي عندي هاي عندي خط R S 2 أكبر من R S 1 هاي هي قيمة R S 1 في الحالة الأولى السلوب عندي ناقص واحد على R S كأنه الآن R S 2 مالها زادت بيطلع لها أكبر من الحالة الأولى فنقطة التقاطر هاي وين هاي تيجي إذا زاد المقام تنقص صح؟ تيجي هون فبصير الخط الجديد بهذا الشكل هاي القيمة عندنا هاي الثابتة واضح؟ طيب خليل نكمل هاي مثال صغير على الحكي هاد معطى معانا للتلانسفية فونكشن اللي هي أمامنا شو بقول لك؟ أوجد الكيو بوينت عن طريق مين؟ اللسم ننصم ننصم دي سيلود لارن اللي هون هات هو اسمه دي سيلود لارن القيمة هاي شو تساوي خذك هاشو هي عبار عن الفي جي الفي جي القيمة اللي هون هاي الفي جي على الرس قطعنا الجواب عندنا ايش؟ أربعة بعدين باخذ الوي جي اللي هي الأربعة وبقسمها على الرس اللي هي ثلاثة فاصل ثلاثة كيلو شو بطلع الجواب؟ واحد فاصل اثنين بقسم الخط المستقيم وهاي هي اللي هون الكيو بوينت هذا الاحداثة هو الفي جي اس ات كيو بوينت واحد فاصل ثمانية ميلي امبير هاي بالميلي لانه هي عبار عن قيمة التيار اي دي ات كيو بوينت بس هاي موضوعها حدا عنده استفسارات طيب منكمل نمح الاشياء هاي شايفين هاي الحلقة امامنا الفي جي اولا طبعا دي ما بنعجزة في هاي الطريقة تبعته خلاص احنا نبلي بوباشتا زي ما ما علمتكم يعني بليش ال اي دي تساوي كده يحطوا العلاقة العامة ومثمنوا يشتق الاشياء اللي فيها يعني بودعين كالتالي عبليش هاي الطريقة هاي يعني خلاص انا بحكي انو الفي جي اس تساوي الفي جي ناقص الفي اس وكنا الفي جي خليها مثل ما هي هاي اي دي في الار دي خلاص هاي هي المعادلة اللي امامنا شو ناقصنا فيها نحسب ايش الفي جي خلاص هاي الفي جي هي نشطب لها اها من اياها بطلع تجابه على بعض ونكمل بعد ذلك تقاطر من محور السينات والتقاطر من محور مين اسطادات طيب الطريقة الثانية هون شو سميناها الطريقة الثانية او خلاص نكمل هاي بعدين نيجي لطريقة الثانية موضوع مين كيو بوينت استابيليتي يعني بعد ما نزود الجهاز بولطية دي سي المطلوب انو الكيو بوينت مالها ما يتأثر البوزيشن تابعها ليش يعني من يكون موقعها ثابت مشان مستقبلا بس نجيب دائرة الامبليفير ونشبك مع ما بدي يكون عندي ايش ديستورتشن او كليبينج سواء من ناحية يمين او من ناحية الي صار طبعا ليش اشطحوا الان هذا يعني الامبليفير حي بشابتر تسعة بس مبدعيا انها عندك الكيو بوينت حتكون عندنا ان شاء الله معين هون ففي ريج معين اذا زدنا عنه بصير كليبينج من هاي الجهة او من هاي الجهة بس مالاقلة منا شيء فانا بهمني الكيو بوينت مالها تكون ثابتة لا تتأثر ب التغيرات في درجة مين الحرارة في اخذنا دائرة تين اللي هم السيلف بايس واخذنا دائرة مين الفولتيج ديفايدر بايس ما بدي ادخل بالتفاصيل الكتير اللي بيحكيها الكتاب فهاي السيلف بايس من ناحية الاستابلتي عندها ايش بايس استابلتي الفولتيج ديفايدر زي ما هو الحال كان في تلسلات البيجي تي هي ايش عندها ايش افضل استابلتي بيست استابلتي يعني موقع الكيو بوينت ما بتأثر بالتمبرتشار والعوامل الاخرى وبالتالي هي دائرة الاكتر استخداما اللي هي موسطي يوزد ليش موسطي يوزد بسبب انها ايش ات هز الباست استابلتي انكم بيرد ايش بايسينك سيركت موسطي يوزد موسطي دي سي لود لاين في عدن معادلتين المعادلة الاولى تبعة سفير كير اي دي اس اس واحد ناقص ناقص البي جي اس على بي جي اس اوف سكوير هاي المعادلة الاولى المعادلة الثانية لمعادلة دي سي لود لاين انه في البي جي اس جو حكنا ساوي البي جي ماقص الاي دي في الار اس هاي المعادلة رقم اثنين وننحل هذول المعادلتين فشو بساوي بجيب البي جي اس هاي بعوض قيمتها اوين هون فاصبحت الدائرة بدلالة اثنين الاي دي يعني بتلع عندي اي اي دي سكوير بلس بي اي دي بلس سي يساوي سفر ومنحلها حسب القانون العام لحل المعادلة التربيعية اللي اخذناها في المرة الماضية بس شو لازم نعرف قيمة الاي دي شو لازم قيمة الاي دي تكون هاي الاي دي اس اس زي ما حكينا هناك الاي دي يجب انها تكون بوزيتيف كامل نيكاتيف مرفوضة ويجب انها تكون محصولة بين الصفر وبين الاي دي اس اس اوكي ممكن نعمل معادلة يعني ان نوجد الاي دي بدلالة الفي جي اس وبعدين نعوضها وين هون نوجد الاي دي وبعدين بدلالة الفي جي اس وعوضها وين هون فبحصل على معادلة بدلالة مين الفي جي اس اي في جي اس بي جي اس زائد سي سا وصفر نفس العملية الفي جي اس هون شو لازم تكون لازم تكون نيكاتيف ومحصولة وين في المنطقة هاي بين الصفر وبين الفي جي اس اوف يعني نفس الفكرة بس اللي بتلف هون هاي معادلة دي سي لو داين اللي عوضنا فيها في معادلة التلانسفير فانشين السيل بيس كانت امور اسهل يعني دير اصغر من هاي شوي بس ما هي نفسي العملية حدا عندو استفصالات على الماثماتيكا على السوليوشن اه بس دكتور المعادلة الاولى اا اقرألية هلا انا مش فاهمة اش اللي عن الفي جي اس تحد الفي جي اس اوف هاي اه طمام اه لانو احنا كتبناها اكتب مظفة انا عسترية كتبتها انا الفي جي اس اوف طيب خلينا يعني مثلا هون لو طلعنا في الحال ها عشي مثل داو هاد تطلع عندي الفي جي اس في الحال واحد سو ناقص ثمانية وطلعت الفي جي اس السيكن فاليو هاي الفيست فاليو السيكن فاليو اه تساوي ناقص أربعة علما انه هاي الفي جي اس اوف هاي هنضبطها ناقص خمسة فاي كيمة من هذا بلاخدها ناقص أربعة هاي صح هاي بدي شيها لو طلع كيمة بوجب كمان بدي شيها بلفضها اوكي يعني لو طلعت معي الفي جي اس تساوي الزائد اثنيين بقول هاي القيمة غلط ليش؟ لانا انا عندي ان تشانل جانكشن اه في افكت اطلانزيستور اه اخر نوع من البايسينج بالشكل التالي منسميه درين فيدباك بايس في البيجي تي اخدنا ايش احنا اه لا سريح سريح قبل هذا في ما هنا في عندي اه كاراند سورس بايس فهاي الدائرة الموجودة هون اوكي وهذا هو مصدر التيار كونستاند قراند سورس كم قيمة التيار فلنفلش هون كم قيمة التيار عندنا نجدها ها يستبدلها بطارية هيك امحى هذا كله ناقص يعني زائد بطارية يعني البطارية كانت تدفع التيار هون فتيار الامتر يساوي البي اي اي خلط لو حكيت انا ناقص خمسة هون البي اي اي هون بكتب جاست خمسة لانو الدياركشن كان فقط ايش لا اتجاه البطارية بي اي اي ناقص البي بي اي هاي البيس امتر على اي حتى خلي هذا التيار ثابت وما يعتمد ايش على شيء انا مشكلتي هاي البي بيس امتر بدا تعتمد على التيار على التمبراتر اوكي فاذا جعلنا فولتية المصدر اكبر بكثير او كنا اكبر او يساوي عشرة بي بيس امتر يعني كأنها اكبر او تساوي هاي سبعة من عشرة اكبر او تساوي سبعة فولت فالتيار شو يساوي عند التيار اذا عنا قيمتين وهاي صغيرة نهمل القيمة الصغيرة البي اي اي على ار اي على ار اي هاي الثابتة وهاي الثابتة تتأثرش بالحلال زي البيس امتر فكأنه عندي مين كونستانت كاراندغين وهذا نفسه شو يساوي وهذا تيار الدرين هاي انه تيار مين تيار السورس وبنفس وضع هو تيار مين كو لكتر وبنفس الخيمة وهو تيار الامتر يعني خلالي نقول انه هذا نفسه تيار ال اي دي يعني الهدف مرة اخرى انه نتخلص من الديبندنس لا البي بيس امتر على التمبريشر فذلك نجعل مين والتية السورس هاي اكبر على الاقل بعشر بلات من والتية البيس امتر طبعا هاي الدائرة عمليا كوية استخدام يعني انت عندك ترانسترات فت شو جاي براك تجيب تنزيستر الثاني بيجي تي مشان تعمل بيس امتر يعني هاي كويسة في البيس امتر يعني مليحة بس احسن واحدة فيهم اللي هي الورتيج ديفايدر الاستابلتي اعلى بعدين تيجي مين هاي اللي هي الورتيج ديفايدر بيس هي البيست بعدين تيجي عندي هاي الكرانت السورس وبعدين بيجي عندي اول دائرة اللي هم السيلف بيس ان هذول تلطيبهم تنازليا او يعني من ناحية الافضاء الى الاسوع أصبح نحن نحن لك كما نحن نحن على الشعب تفادي و بولن نحن نجعل لنفس الشيء حسب سؤال الأكزامبل صغيرهم يقول لك A current source bias circuit زي ما هي موجودة في الشكل 80-20 Has the following values VDD 9V VEE-6 والRG كده شو المطلوب منها إذا كانت تيار إذا كانت تيار 10 ميلي أمبير درين كاركتريستيك و 5 بولت درين كاركتريستيك يعني هاي منها VD VD كم كلمة؟ خمسة فشبك لك أوجد قيم ال-RE وال-RB درين ما اتفقنا ال-RE هي VEE هذي VEE ناقص السبعة من عشرة هاي تقريبا يساوي VEE على ال-RE فمنوجد ال-RE 600 ميلي 600 أم ومنوجد ال-RD ال-VDD ناقص ال-VD هاي ما أعطاه في السؤال خامسة فولت وبطلع عندنا 400 أم حتى لو طلب منك ال-DESAIN أو جد ال-RG ما كتبهاش السؤال انت بتحطها شو مثل من اتفقنا بتحطها أي قيمة من عندك بال-Mega Ohm لأنها ما بتأثر على ال-BIOS ال-section هذي 8 أربعة مناش إياه ال-Omic region بيرجع بالتفصيل عنه احنا حكينا في المنطقة هاي من صفر ل-A هي ال-Omic region هي نطبق عليها كالون Ohm يحكي ذي ال-details كثيرة مناش إياها أوكي هذي كله مناش إياه طيب هذي الجزائي بالمينة إياها عادي إن أنا مش مش متطبط بالحكي فوضى characteristic كيرف جبن ان فيقر الثمانية ثلاثة ثلاثين ووضع ثمانية ثلاثة ثلاثة ثلاثين ها اللي هون ها الكيرو العليمين هون كالكوليت the AC to source the AC drain to source resistance for junction transistor biased at the origin if VGS ساوي ناقص 2 IDS at ساوي قيمة هاي وهكذا شو يعني هون بايس at the origin يعني بده ال VGS تساوي 0 أنا مش هنمش نقدمها مصطلح أنا بقول لك إذا بثاني VGS تساوي 0 نوجد من ال GM 0 صح؟ الآن شو بقول لك next calculate GM at VDS تساوي ناقص 2 لا مش VDS هاي 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 VGS تساوي 2 مشكلة مقلبة بها يعني عكل حال هون الفكرة بس هاي الفكرة الجديدة بنيها إذا ما نذكرين أخذنا ال GM صح؟ شو سمينا هال GM الفورد التلانس كوندكتنس صح؟ قيمة هاب السيمينز ال RDS ال A C لانتو سورس رزيستنس هاي هادا الطانون عفكا نسي تعطيلي الشعب الثاني هاي هم مرجع لهم ال RDS واحد على الجي M انسي لهاد كله بالشيه هون ال RDS شو اسمها ال A C درين تو سورس رزيستنس يعني مقارن بين السورس وبين درين هي عبارة عن عكس ال التلانس كوندكتنس اوكي هاي نوت من هيها هاك من نكون انا هنا من النوع الاول من الفيت الترانزيستور اللي هو سميناه Junction Field Effect الترانزيستور ننتقل للنوع الثاني اللي هو موسفت ترانزيستور دكتور تبقى شو هاد القانون ال RDS ال RDS ال RDS طلعه كيف ها احنا اخدناها شبيه بي بس كنا خدنا الكير فيك وهذا هيك اوكي واوجدنا اذا متذكر ها تكبرنا constant واوجدنا مين اسمناها ال RDS RDS كانت ايش عندي التغير في ال VDS اوكي على التغير في ال ID اوكي بعدين اخدنا المنحنة هادا اللي هو ID مع ال VGS وقد بنا نقاش الجي ام شو قلنا الجي ام اللي فورا تلاس كوندكتنس هادا ناشية هادا هون شو كان تعريفها هي التغير في التياب ال ID على التغير في بولطية ال VGS هادا كان اعطينا الوحدة تبعته بال سمنس وقلنا ال جي ام زيلو عند عندما ال VGS تساوي زيلو هلا شو بنا ننضيف من ننضيف اللي هو R D C اللي AC Resistance between drain and the source يكتب حط prime فهاي شو بده تكون كمقاومة عكس القيمة هاي التغير في البولطية على التغير في التياب اه واحد على جي ام يعني واحد على جي ام اوكي طيب طيب حلص اوكي انا في رموز تاني باستخدمها في حينه يعني ممكن اللمز كمان Y O S Y F S اذا متذكرينه هاد G M ال forward Y O S يعني على ال output كل حال مبدأي احنا هون بهذا القون تابعهم انه R B S واحد على الجي ام اوكي دكتور شو اسم الواحدة تابعت الجي ام مستامع الواحدة تابعت الجي ام شو هي سيمينز سيمينز اه سيمينز يعني واحد على اوم كو مliaقص واحد طيب خلينيجي لا النوع الثاني المسفت اختصار الي ايش لام مثل الاوكسايد او اوكسيد هاي الاس سيمي كوندكتور تعني شوف شو هالثلاث طبقات المثال والاكسيد والسيمي كوندكتور وين هم المثال اللي هو مثلا الجيت بتكون موصولي مع اسلاك معدنية البنز اللي هو الطرف الاكسايد اللي هي ثاني اكسيد السيليكون سيليكون داي اكسايد ثاني اكسيد السيليكون طبعا ثاني اكسيد السيليكون او مادة السيليكا او مادة اللمل ببساطة هي مادة ايش عازلة وصيبكم دكتور هلا حنشوفه كمان شوي بس بصفة عامة الطنزيستورات المصفت هاي شايفينها ننقسمها الى نوعين في شيء اسمه دي مصفت اصبقلك الاختصال ايش وفي شيء اسمه اي مصفت دي هاي ها ري شايفها من كلمة دي بليشن مكتبة كلها هون دي بليشن يعني استنزافة او خالي من كلاس وهاي من كلمة انهانسمنت 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 تعزيز تحسين هلا قا شوف نشوف شو ما التعزين والتحسين هاي التصنيف الاولاني او الضئيسي لهم خلينا نشوف الكونستوكشن وشوف الضمز لكل واحد منهم هنشوف النيكست بيج الاختاب بدو بلش بانهانسمنت طايب مصفت اللي هو اي مصفت ما بدي بلش انا في هذا بدي بلش ب دي طايب خلينا نشوف الكونستوكشن طبعا في عندي انشنر في عندي بي شنر زي ما شايفين هاي عندي القيت هاي انسالها الحقيقة هاي خلاص اعتبره اعتبره ملامسات معدنية بديش ايها الملادي هاي فهاي عندي يعني الان مثل مادة الثانية اكسيد السيليكون المادة العازلة اللي هون وهاي عندي الكانل الدرين من نوع M السورس من نوع M وهاي الكانل اللي بينهم في طبقة جديدة شايفين طبقة اساسية هاي يعني متشكل معظم التنسط بتكون من نوع B بنسميها أو الطبقة الاساس يعني اثناء التصنيع اولش بابنوا هاي الطبقة من نوع S ويضيفوا عليها الان فتسمي الطبقة الاساس نفس العملية البي تشينل اهم شيء الشينل شو هي من نوع ايش بي سبستريت هادا عكس التنسطنيع فمن نوع N مادة العازلة اللي شايفينها امامنا هاي اللي هي ثانية اكسيد السيليكون تنشوف مبدأ العمل الو بس قبل مبدأ العمل في هون في تنسطنيع لما في تنسطنيع حقيقية اللي في عندي هون اكتشوال چينل او اكتشوال فيزيكال چينل وبالتالي بس نلاحظ الرمز اللي هون اللي عم نجيه شايفين كيف الرمز اختلف عن رمز الجنكشن فيد افكت لانزيستور كيف الجنكشن فيد افكت لانزيستور كيف ينجم생كال هيك اذا السهم داخل فهو ال continuous طبعا كان دائرة دائرة بدون دائرة مش مشكلة هاده هو اسمه ايش جنكشن فيد افكت لانزيستور من نوع ال ov جنم هاد برده السهم داخل بس من جهة الـ Outward برضو In-Channel هون السهم خارج فهو عبارة عن B-Channel يعني لو كان عندنا Junction Field Effect Transistor كان السهم هيك طالع مزبوط هذا Junction Field Effect Transistor نوع B-Channel طيب شو كمان إن هاي عنا شاهدين واحد اثنين هاي عندي واحد واثنين وثلاثة وصلات هاي الثانية تبعت من Substrate فعادة نحطها تحت عادة نوت هاي تبعها Substrate Substrate Is Internally Corrected يعني موصول داخليا Internally Connected مع مين؟ مع الدلين ولا مع السولس؟ شايفينه؟ عصده السولس هذول بكون مشبوكين مع بعض إذن ما الله أقرأ بس نشوف في طمز هاد السهم داخل فهو N-Channel بهم سواء داخل من جهة الإبوت من جهة الأوضوط نوع نفس العملية السهم هون لا يشير إلى اتجاه التيار خلص أنا N-Channel يعني I-D هيك وكي وI-S هيك ال-B-Channel ال-I-D هناك لفوق وال-I-S بهذا الاتجاه يعني السهم هون مش زي ترانسطورات ال-BGT ترانسطورات ال-BGT دائما تذكرين كان السهم دائما يدل على اتجاه تياب ال-Emitter صح هاي ال-N-Channel او مش ال-N-Channel N-B-N اما هون ملوش علاقة السهم هاد باتجاه التيارات فقط نعرف إذا السهم داخل في الترانسطور سواء من جهة الإيصال في الجنكشن في افكت ترانسطور او من جهة اليمين في الترانسطورات المسفت فهو يسمى N-Channel اوكي لحد الان طيب خليم هذا اوكي هاي ماشي معلك اوكي ماشي اكتب بالقرار ملازم على صفحة معينة واعمل ايش تبديل فبالتالي هاي بتطور حان طيب هاد شو سمينا هاد الترانسطور اللي هو D مصفت وكننا له فيه Actual Channel طب هاد لمن هاد الرمز الـ A مصفت الـ A مصفت شو اختلف هاد عم هاد الضمز في اللصمة هون الخط مالو متقطع الـ D-Channel الخط مالو متصل فالخط متصل هاد دليل على وجود Actual Channel الخط المتقطع اللي هون لو جيت لرسمها بس ع السريع شايفين ما في Channel بين الـ N بين Drain وبين Source شايفين في شيء اسمه Induced or Virtual Channel طبعا أنا حتجعله هاد الـ Emosphate بس عبس لمقارنة سريعة أوكي هلا Dibletion طيب قلينا أخذ الشاشة بعد أحسن وكلندي مكان أكتر قبل بدأجل الـ Operation للـ D MOSFET وبدأ أرسم الكاراكترستيك إله علاقة ID مع VGS وبدأ أخذ من الإنجنب الإنجنب هذه القيمة ما اسمها ID DS و القيمة نهاية VGS VGS OFF إذا عملت لهون ووقفت لحد هون شو هاد الكيف هل هو لدي مصفت ولا سابقا كان لجنكشن في إفك تنزيستور مصفت الجيفت لا الجيفت لحد هون الميزة هاد إنه ممكن يكمل آخر طبعاً نفس الكير بس إيش أوكي خطك نزابطه شوي نفس المستوى يكون فبكون عندي التيار ما له أعلى من IDSS إذا نبطل IDSS والباكسيب كرانت لتنزيستور ليش هلا ما نشوف دي مصفت ممكن يعمل المنطقة هاي اللي هي شبيهة بالجنكشن في إفك تنزيستور هاي من سميها دي بليشن مود لأ الان كم بتكون عندي والطية ال VGS بوسيتيف ولا نيكاتيف 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 هاد تنزيستور صح اسمه دي بليشن مسفد مسفد لكن ممكن أيضا يعمل في هاي المنطقة هاي المنطقة منساميها هاي المنطقة هاي المنطقة مود هون بتكون ال VGS ما لها بوسي بوسي بوسيتيف بوسيتيف ال IDSS ال IDSS أما في المنطقة هاي ال IDSS ال IDSS شو بوسي شو بوسي شو بدو كون أكبر من IDSS طبعا مش لازم يتجاوز حد معين لانو إذا زاد عم حد هون إذا سمينا IDMAX من عنا فشو بدو صير في التيار تقولنا زاد عن قيمة هاي يعني صار قيمة كبيرة كثيرة بيحمى ترانزيستور بنحرك وصير إنها عايش عملية دمج لانو أي ديفايس إلكتروني إلو ماكسوم مسموح به إذا زاد عن ذلك بصير دمج لإطلا نزيستور أوكي حلما نشوف ليش صار وليش صار طبعا إذا حكست الطيب لل بدل إن صار عندي بي صير بصير 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 أوكي هذا طبعا هاي lidsss نفس الشيء هاي المنطقة العليمين هي دبليشن موض أوكي وعلي الساعد شو بصير هاي هاي إنهانسمنت موض يعني عكس الرسم هاي خلينا الان نيجي نشرح هون أوكي أوكي خلي نتجع الكتاب دائما 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 ها هي VGS OFF على السبيل المثال يتكون ناقص ثمانية وطبعا هاي النقطة I DSS لو حطيت أنا هنا البولطية السالبة ناقص أربعة أوكي يعني هون في مثلا في منطقة معينة ناقص أربعة أوكي نتبهوا شوي يعني كلها دقيقتين البولط سبلاي هار بيعطي جحنات سالبة وين على القيت صح هلا هون الـ N channel شو فيها كثير إلكترونات أو الهولز إلكترونات إلكترونات فالإلكترونات الموجودة هون في الـ channel بدها تعمل تنافر مع الإلكترونات اللي هون وين بتهرب الإلكترونات الـ B region اللي سمينا sub-straight sub-straight بتطوح للـ sub-straight إذا راحت بالـ sub-straight شو صار مكانها كأنه آينات موجبة بس أنا بدي الجملة هاي بما إنه راح إلكترونات من هون يعني الـ free carriers قلوا صح؟ فشو بالطيار بتدقل عن القيمة اللي كانت VGS ماشي هلا لو زدت الفلطية بدل ناقص خمس ناقص أربع حطيت ناقص ستة يعني على المنطقة هاي شو بتصير مزيد من الإلكترونات بدي جي هون مزيد من الإلكترونات حتتنافر وشو بيصيلها ديبلشين للشنال يعني آي تستنزف أو بتروح من الشنال ببساطة فهاي من هون كلمة عملية الديبلشين إنه جزء الآن هون من الـ free carriers وهم الإلكترونز الموجودين في الشنال بصير معهم تنافر مع الإلكترونات اللي هي جاي من الطرف السالب للمصدر وبالتالي بتقل قيمة الطيار فلاحظين عند ناقص أربعة كان عندي قيمة عين الطيار ناقص ستة كان قيمة أخرى للطيار ناقص ثمانية كان لبطل يصير عندي إيش free carriers كلهم راحوا فمن هون أجمين ديبلشين مود واضحة الفكرة ودعود عيدها بقيمة بقيمة نفهم الأشياء طيب النوع الثاني enhancement mode enhancement يعني أنا بدي أحسن وأزيد من الكارييرز الموجودة في channel يعني هي channel هاي مهمة لان هاي channel فيها الكترونات كثير أصلا بس أنا الآن بدي أدعمها بمزيد من الإلكترونات فبضع هون فولطية موجبة في VGG شايفينها فهاي بالإضافة للإلكترونات الموجودة في channel جزء من الإلكترونات القريبة من هون وين بد نروح من substrate كمان بنضم للchannel يعني منطقة القريبة فشو بصير هنا بتحسن بتعزز يزيد كل الكلمات هاي معنا هاي اللي هي enhancement mode زاد عدد الكارييرز يعني مثلا هاي خطتها زاد اثنين شو صار قيمة التيار زادت عن قيمة تيار IDSS إذا نفهم شو معنا depreciation mode depreciation أنا قاعد جزء من free carriers اللي في channel بتردهم للsubstrate أما enhancement على العكس أنا بجرب قوات احتياط قوات تعزيزية مدعومة من الإلكترونات الموجودة في substrate هاي وبدخلها إلى channels فيزيد عدد free carriers ومن ثم يزيد عدد تزيد قيمة التيار المار في الدائرة اللي هو ID أوكي هالحكا هاكوارك بالانجليز الآن نمح الأشياء هاي من هون بقى من جملة هاي بالانجليز مع نمح نمح يعني الطرف السالب البطارية مش موك مع القيت ف ده نمح نمح على القيت شحنات السالبة على القيت شو بتتساوي تطرد ربل هاي مصطلح مهم تطرد الكندكشن بان from the channel leaving positive ions in their place وام بتطرد هم لجهات الساب straight thereby the end channel is depleted to stanza to fall of some of its electron وبالتالي يعني thus decreasing the channel conductivity and شو بصير انها في التيار بد ينقص طبعا كلما زادت قيمة الشحن السالبة كلما زاد مقدار الدبلشين the greater the negative voltage in the gate the greater the dبلشين of the end channel وعند قيمة معينة إذا VGS تساوي VGS off شايفين the channel is totally depleted وبالتالي قيمة التيار يساوي zero طيب على الهانسة mode هدا اللي هو with positive gate voltage شو بصير إنا more conduction electrons are attracted into the channel من الطبق القضيبي من البي سبسترات وبالتالي هيكي إنهانسن أو إنكريزن زيكو يحسن يعزز يزيد ويزداد الطيار إلى مقدار معين ها هي الفكرة ومن الهانسمنت مود هدا عنده استثار عن دي موسفيت ترانزيستور دكتور بس الالكترونات يلي بالحالتان يعني بالD والE شو بيصير فيها الالكترونات هون في حالة الD بقل عددها هي بظلها موجودة أوكي إيام التحال بتكون فاضي من الالكترونات إذا الVGS هاي ساوي الVGS أوف بس أما أي قيم سالبة بتقلل من عدد الالكترونات لأن قاعد بتترد ها أما هون شو بصير فيها قاعد بتزيد عدد الالكترونات بس مظلناش نزيد ما لنهاية زي ما حكيت لأن أنا بوصل التيار عندي للماكس يعني هاي مرة ثانية رسم هيك مشيت هيك هاي اسمها آي ولاحظ إنهم كاعد بزيد يعني بسرعة كمان يعني إذا هاي القيم يناقص ثمانية هون مثلا زائد اثنين ما بيشوفوه خلص طار التيار هاي بس مع الألقام محدي هاي ليش العالم طيب درجع للنوع الأول اللي هو شو سمناه اي مصفت هذا فقط بشتغل في قبل ما أرجع المعادلة هاي مش كونه من هون لهون يعني زي تنزيستور واستمر بنفس المنوال فأيضا المعادلة لهذه لهذا التنزيستور فانكشين لهي نفسه شوك واحد ناقص في جي أس على في جي أس أوف لكل تربية بس اللهم أنه الفرق أنه في جي أس هون إما بتكون موجبة بتكون سالبة أو تكون صفر أوكي على آجلة الإي مصفت نمح لأشياء هاي 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 تركيب تابعوه ببساطة هادا عندي اسم وهادا بي تنال لا فيش بي تنال الان هون يعني الدرين من نوع ان طيب وال السور من نوع ان طيب السب ستريت كله كامل لاحظ هل في اكشوال ما في عندي اكشوال طيب كيف بدو يشتغل هذا هاد هاي هاي تابعتو هاي اللي هي لل الان channel هاي عنا ال اي دي و بي جي اس يعني لاحظو انه بدو يكون ال بي جي اس بوزيتف بس الان مش اي بولتية بوزيتف بيشغله في بولتية معينة قبل هيك سفر وبعدين بيطلع عندي التيار بخير معينة هاي اسمها في جي اس اقتصارا هيك تي اتش اللي هي ثري شولد ثري شولد العتبة يعني فشافين طلع هون هون في الوضع الطبيعي التيار يساوي صفر نو شنل اصلا لا فيزيكال ولا فيتش او اسمها انديوس هلا اذا حطيت شحنات موجبة فشو بدو صير جزء من الالكترونات شايفين تتجمع تحت الطبقة العازلة يعني هون تيجي هون بالمنطقة طبعا هون تكبروها من شايف بينك انو بس هاي هي الصغيرة مش كبيرة اصغير حتى هيك اصغر من هيك فظهرت ما يسمى بالانديوس شنل يعني لو فرضنا هاي القيمة ثلاثة فولت اذا كان عندي واحد فولت موجب شايفين ما بقدر قوة الجرب تبعته ليست كافية لسحب الالكترونات من ال إلى منطقة قريبة جدا من تحت طبقات الاس اي اوتو فالتيار يساوي صفر عند زائد اثنين برضو التيار يساوي صفر اذا أخذت ثلاثة اللي هي الفي جي اس ببلش الطيار يعكي يعني إله قيمة اذا أخذت الفي جي اس زائد اربعة يعني زائد اربعة الآن اعلى من تتكون عندنا تشنل الآن اللي هي من ان طيب مدام تكون انديوس شنل مصطلح كتب ثاني بساميها فيلت شوال شنل فبدو يملك الطيار فيها بالشكل هذا واضح الفكرة اذا كان بي شنل العكس البي شنل لازم احط والطي سالبة ومش اي والطي سالبة هاي مثلا هون البي جي اس تي اتش تشل مثلا هاي ناقص اربعة فلازم احط والطي سالبة ناقص خمسة طبعا هي ناقص خمسة بلغة الالقام يعني اصغر ناقص بس احنا بيقول يعني والطي سالبة اكبر من هالوالطي هاي بهمني القيمة المطلقة اذا مرة اخرى اذا رجعت لل يجب ان نطبق والطي موجبة وبدو مش اي والطي موجبة اكبر من احد معين يسمى البي جي اس اتش هاي طبعا الاهن شكل الدائرة هون حيختلف عن هناك القانون هذا صح تربيعي بس مزي القانون الهناك حكتب هذا القانون ومرة القادمة منكمل ان شاء الله الاد هو الثابت معين افتح كوس بي جي اس ناقص بي جي اس بي جي اس فريشولد برضو قانون ما له تربيعي افتح افتح القانون برضو اشتح هذولا والقانون هذا وشو معنى الكيه هاي كيه ثابت بنشوف كمان من وين منا نوجده حدا عنده اسئلة محاضرة يوم لحد الان دكتور يعني بي جي اس فريشولد هي تلفاص لبنحصول طيار او لا يعني قبلها ما في وبعدها في اي دي اي نعم شايفتيها مثلا اذا كان انشانال و موجب فاي قيمة يعني ابتداء منها يعني عندها ببلش يشتغل فموجب اكتر من هاي بمول طيال موجب واقل من هاي فيش طيال سالبة مفيش طيال ماشي اه تمام بس ماشي اوكي يعطيكم عافية يعني بداية المحاضرة القادمة انشاءالله بتسألوني اياهم يعطيكم العافية